رامي ربيعة النادي الاهلي مكالة عادة متأخر مكالة عادة في القصة دي برضو اللي اقول لكم على الادي متأخر في رأيه الاهلي بدأ يفعل التمديد والتجديد بتاع عقدة رامي ربيعة الاهلي مضى عقدة مع رامي ربيعة من فترة عادة تجديد مفترض ان عقدة هينتهى المسم ده على ما انا اذكر يعني فاما مضى مع عقدة في شهر مارس داخلت كورونا لكن ما كانش كورونا السبب في اعتماد تأخير اعتماد العاد لكن هو كان فيه اختلاف مدي يعني الاهلي عايز يديله كذا وهو الولد عايز كذا ومعرفش ايه القصص اللي انتو عارفنا دي ودائما الاهلي متأخر في الحاجات دي يعني 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 كانت تبقى مصيبة مثلا لو اطلقنا برابعة كمان ماضي وراح اي حتة المهم فبعد اصابة محمود متولي وازمته مش بس بقى الاهلي عايز يجيب حد مدافع في المكان ده احتياطي يعني بعد الازمة دي ونكون كلمة عسامة جلال بيشوفه معرفش الولد بتاعه محمد عبد المنعم المعار بيشوفه لا مش بس كده ده كمان بقى المحمدي كل الناس دي ده كمان الاهلي بيشوف زي حافظ على لعبته يعني المدافعين وبقى يعني ما فيش تهريج الكلام ده فعلى طول فعل العقد بتاع رامي ربيع على طول ه هيعتمد ومتدول الفلوس بمعدل تمانية مليون جنيه في الموسم الاولاني وبزيادة خمسمائة الف جنيه كل موسم وفيه بند استثنائي ست شهور زيادة الاهلي من حق انه يمد العقد ست شهور زيادة تعويض عن فترة الكورونا وان الاهلي واخد قرار كده قدرته الفترة الجاية انه يبقى فيه بند دايما كده في العقود بتاعت اللعيبة في التجديد انه فيه ست شهور زيادة بتاعت الكورونا يعني فيه اللعيبة ممكن توافق وفيه ممكن توافق وفيه امشي